كما قلنا هذا الإنزال الحقيقي على روح الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف لكن الإنسان العادي حتماً أيضاً تنزل عليه بعض الإفاضات فكيف تنزل هذه الإفاضات على قلب ملوّث تنزل هذه الإفاضات فترجع ماكو قابلية شنو هذه الموانع أبسط شيء الحسد والحق على الإخوان هذه أمور مهمة رها يقول تكلم عن فضاء الأمير المؤمنين أنت تحتاج تربي نفسك أول شيء حتى تعرف فضاء الأمير المؤمنين الإمام يقول كلامكم نور هذا النور ليس بإمكانه أن يدخل في كل قلب إخواني إذا المسألة جداً حساسة لابد للإنسان من هذه الليلة أن يصفي تلك الحسابات إذا أدرك بالمعرفة شيئاً من ليلة القادر قد هيأ نفسه للليلة العظمى الآن هنا يطرح التساؤل ليش الله سبحانه وتعالى جعل ليالي القدر في ثلاثة ليالي ليش الله ما قال ترى ليلة القدر ليلة واحدة الآية تقول فتنة للناس هذا شيء من العقوبة الأمة التي ضيعت حق النبي وحق أهل النبي الله سبحانه وتعالى قاقبها شوف عندنا في بعض الروايات بأن مقتل الحسين سلام الله عليه أدى إلى تأخير ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى وفرجه الشريف في بعض الروايات بأن الله سبحانه وتعالى كاد أن يظهر أمره بعد السبعين يعني سبعين للهجرة فقتل الحسين فتأخر فأخبرناكم بسرنا فأذعتم فجعله الله إلى أمد غير معلوم عقوبة للناس تلك الأمة التي لم تعرف قدر علي تقرى في الزيارة السلام على أول مظلوم أمير المؤمنين هو أول مظلوم العلام الحلم